متابعين كرتونة البيض وصلت 120 جنيه والدواجن بتبدأ من 80 جنيه أهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار الأسعار اليوم 19 فبراير 2023 في إطار القدمة المقدمة هنستعرض مع حضراتكم أسعار السلع وكمان العملات على مدار اليوم خلينا نبدأ ونقول إن سجلت أسعار الدواجن البيضة نحو 80 جنيه في المزارع وحتوصل للمستهلك بسعر 90 جنيه أما عن سعر كرتونة البيض بلغت نحو 110 جنيه في المزارع وهتوصل للمستهلك بسعر 120 جنيه أما عن البيض البلدي فهو سجل سعر 120 جنيه في المزارع هنروح بقى الأسعار الدهب النهاردة خلال ساعات الصباح الأولى سجل سعر جرام الدهب عيار 21 نحو 1685 جنيه أما سعر جرام الدهب عيار 18 سجل 1444 جنيه أما عن سعر جرام الدهب عيار 14 فوصل لـ 1123 جنيه أما عن الجنيه الدهب فسجل 13480 جنيه أما عن سعر وقية الدهب فسجلت 1841 دولار هنروح بقى مع حضراتكم لأسعار الألبان أسعار الألبان في المحلات النهاردة سعر اللبن المعبئ وصل لـ 26 جنيه وسعر علبة الزبادي وصلت 4 جنيه أما عن سعر كيلو اللبن السيب فبيتراوح من 18 لـ 20 جنيه في المحلات هنروح برضو الأسعار البقليات ارتفعت بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية لبعض الأصناف سجل الفول البلدي والمستورد ما بين 28 لـ 34 جنيه أما عن أسعار العدس الأصفر فسجل ما بين 44 لـ 46 جنيه أما عن كيلو الحمص فبلغ سعره 50 جنيه أما عن سعر اللوبيا فبلغ سعر كيلو 40 جنيه أسعار اللحوم فيه ارتفاع 20 جنيه في الأسواق خلال الأيام اللي فاتت وكان سعر لحم الكندوس بيتراوح من 250 لـ 280 جنيه ولكن حاليا بيتراوح من 260 لـ 300 جنيه لكيلو أما بقى عن أسعار العجول سعر العجلة الأيام بلغ نحو 120 جنيه لكيلو أما عن الضاني فبيتراوح سعر الكيلو من 120 لـ 130 جنيه أما عن اللحم الجملي فبيتراوح من 180 لـ 210 جنيه أما عن كباب الحل فبيتراوح من 250 لـ 270 جنيه في ارتفاع بمعدل 10 جنيه أسبوعيا في سعر الكيلو في الوقت اللي بتعاني منه الأسواق بسبب الركوت في البيع والشراء هنروح مع حضراتكم لسوق العملات شهد سعر الجنيه المصري حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية وكمان العربية في بداية تعاملات اليوم لحد 19 فبراير وده بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية سجل الدولار نحو 30 جنيه و 52 إرش للشراء و 30 جنيه و 62 إرش للبيع وسجل اليورو نحو 32 جنيه و 68 إرش للشراء و 32 جنيه و 79 إرش للبيع أما عن الجنيه الإسترليني فوصل ل 36 جنيه و 79 إرش للبيع أما عن الفرانك السويسري فبلغ نحو 33 جنيه و 10 قروش للشراء و 33 جنيه و 22 إرش للبيع أما عن الريال السعودي فبلغ نحو 8 جنيه و 13 إرش للشراء و 8 جنيه و 16 إرش للبيع أما عن الدنار الكويتي فبلغ نحو 99 جنيه و 66 إرش للشراء و 100 جنيه للبيع أما عن الدرهم الإماراتي فبلغ نحو 8 جنيه و 31 إرش للشراء و 8 جنيه و 33 إرش للبيع أما عن اليين الياباني فهو بلغ 22 جنيه و 81 إرش للشراء و 22 جنيه و 89 إرش للبيع أما عن الدولار الإسترالي فبلغ نحو 21 جنيه و 10 قروش للشراء و 21 جنيه و 18 إرش للبيع كمان الزنار البحريني فسجل 80 جنيه و 98 إرش للشراء و 81 جنيه و 25 إرش للبيع هنروح كمان للريال القطري فبلغ نحو 8 جنيه و 32 إرش للشراء و 8 جنيه و 41 إرش للبيع أما عن الدولار الإردني فبلغ نحو 42 جنيه و 99 إرش للشراء و 43 جنيه و 14 إرش للبيع وآخر حاجة معنا اليوان الصيني فبلغ نحو 4 جنيه و 45 إرش للشراء و 4 جنيه و 46 إرش للبيع متابعينا دي كانت نشط أخبار الأسعار مش بس أسعار الدواجن واللحوم لا كمان عرضنا لحضراتكم أسعار الدهب واي استنونا كل يوم في نشرة أسعار جديدة هنقول لحضراتكم كل التفاصيل والمستجدات في كل الأسعار بشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعة كنت معيكم هدير رمضان